اشتركوا في القناة والابداع الفكري من اصحاب الكلمة المسؤولة والرسالة الصادقة في وسائل الاعلام بجميع انواعها المقروعة والمطبوعة والمسموعة والمرئية والالكترونية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وتحت شعار المعلومات كمنفعة عامة يأتي احتفاء هذا العام بالتزامن مع مرور ثلاثين عاما على اعلان ويندهوكا التاريخي ليمثل مناسبة عالمية نجدد من خلالها فخرنا بالتاريخ العريق لصحافتنا الحرة والمستقلة وإعلامنا الوطني المسؤول ودورهم الحيوي على مدى اكثر من ثمانية عقود في نشر الحقائق والمعلومات الصحيحة وتغليب المصلحة العليا للوطن وجميع المواطنين فوق اي اعتبار بمهنية وموضوعية ولقد اكدنا حرصنا واهتمامنا منذ انطلاقة مسيرتنا التنموية باجماع شعبي على ميثاق العمل الوطني على توفير الضمانات الدستورية والقانونية لحماية حقوق الصحفيين والاعلاميين في التعبير عن آرائهم بأمان واستقلالية وحرياتهم في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها بلا قيود باعتبارها من اهم الحقوق المصونة في مجتمعنا الديمقراطي مع مراعاة احترام حقوق الاخرين وسمعتهم وحماية الامن القومي والصحة والاداب العامة بالتوافق مع العهود الدولية واثبتت جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 وما فرضته من تحديات عالمية اهمية دور الاعلام الوطني كشريك فاعل ضمن فريق البحرين بقيادة لابن العزيز ولي العهد الامين صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس الوزراء عبر التزامه بنشر المعلومات الموثقة في مواجهة الشائعات والاخبار الزائفة والمضللة وتعميق الوعي المجتمعي بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتحفيز العمل التطوعي والانساني ما اسهم في بث الطمأنينة والحفاظ على الصحة والسلامة العامة لجميع المواطنين والمقيمين وابراز النموذج البحريني المشرف في ادارة الازمة وتداعياتها داخليا وخارجيا وتمكنت وزارة الاعلام وجميع منسوبيها بكفاءة وتميز واخلاص من توظيف امكاناتها الاعلامية ومنصاتها الرقمية عبر شبكة الانترنت في نشر اخبار ومعلومات ذات جودة ومصداقية وضمان التدفق الحر للأفكار والأنباء وتداولهما دونما حدود سوى مراعاة الضمير الوطني والتمسك بأخلاقيات المهنة ونجاحها بالتعاون مع مركز الاتصال الوطني وجمعية الصحفيين ودور الصحافة والنشر في التعبير بصدق ونزاهة وشفافية عن ضمير الوطن ووحدته وهويته الثقافية والحضارية الاصيلة وامال ابنائه في تحقيق امن اقتصادي واجتماعي مستدام وتعزيزا لهذا الدور الوطني نؤكد تقديرنا للتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مناقشة تعديلات قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر بما يلبي تطلعات الاسرة الاعلامية في الخروج بقانون عصري اكثر تطورا وشمولا يعزز الحريات المسؤولة ويحقق المصلحة الوطنية في مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع مكوناته ويرتقي بالاعلام الالكتروني ويواكب انجازاتنا الوطنية الرائدة في التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات وفي ضوء ادراكنا لأهمية الكلمة الصادقة والمعلومات الصحيحة في تحقيق المنفعة العامة وترسيخ الامن والسلام والتنمية المستدامة فقد وجهنا الى اعداد مشروع قانون جديد وشامل لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف وازدراء الاديان في وسائل التعبير عن الرأي بجميع صورها واشكالها التقليدية والمستحدثة بما يدعم الجهود الوطنية في نشر قيم الاعتدال والتسامح وثقافة السلام والحوار بين جميع الاديان والثقافات والحضارات والتصدي للأفكار المتشددة المغذية للفتن والعنف والارهاب كما نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي في هذا اليوم العالمي الى تعزيز التعاون التشريعي والفني في اقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها واشكالها بما فيها مكافحة جرائم الاسلاموفوبيا ومعادات الاجانب والمسلمين ومنع اساءة استغلال وسائط الاعلام والمعلومات وشبكات الانترنت والتواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة في بث الشائعات او التحريض على التطرف او العنف والارهاب وضبط الانفلات الاعلامي والمعلوماتي بما يتوافق مع مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتعاليم ديننا الحنيف والقيم الانسانية كافة وستبقى مملكة البحرين منارة للابداع والمعرفة ومثالا عالميا في التسامح والتعايش الانساني والحضاري بفضل منظومتها الدستورية والقانونية المتطورة واسهامات روادها الاوائل في غرس مفاهيم الوطنية والتسامح والانتماء وتواصل ابداعات شبابها وعطاءات نسائها الى جانب الرجال في مجالات العمل الصحفي والاعلامي وشتى الميادين التنموية والتطوعية مؤكدين ان وعي المجتمع وتكاتفه بجميع مكوناته ووقوفه الى جانب قواته الدفاعية والامنية الباسلة هو صمام الامان في وجه التحديات سائلين الله عز وجل في العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك ان يحفظ مملكة البحرين ويديم علينا نعمه وفضائله وان يمن على شعبنا الابي وامتنا العربية والاسلامية والعالم اجمع بنعمة الامن والسلام وصحة والعافية وان يوفقنا جميعا في تجاوز هذه الجائحة والعمل المشترك من اجل خير وسعادة الانسانية ترجمة نانسي قنقر